ستاة فائز خلينا نتحدث عن اتحادكم اللي اعتبر عن اتحاد ولاد لانه فيما مضى كان عندنا علي الغيار وعلي الزرقاني اعتقد عندنا وكان عندنا عماد جاسم وعندنا شاسب الله يبطي الصحة والعافية وعندنا عباس الهداوي الله يرحمه تاريخ العراق يعني اكو ارث كبير لهذه اللعبة لان العراق بيه موروث موروث بناء الاتسام فيعني شون نتحاول ان اتكمل ديمومة هذا الاتحاد بالنجوم اللي افرزت عن منتظر والله دكتور محمد احنا حقيقة عندنا معانات تعرف يعني اغلب اللاعبين سبحان الله من الطبقة يعني كادحة يعني انا مثلا عندي بطولة نظمة بطولة مستور يونيفيرس خذ عندي اول مرتضى وحسين اهم ثاني ثقيل اول يعني انا الولد متابع فاشتشتغل ديليفيري زين انت حسين اشتشتغل منتظر قصدك منتظر 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 زين حسين يشتغل فرن زين هذا شون راح يقدر يكمل فاني سويت لهم رعاية يعني عالشركة بس اريد ادعمهم يعني لان ذو ثروة دكتور صحيح يعني انا نظرت بهم ذولة ثروة يعني يعني ذولة ثروة للبلد اذا نهملهم صعب يعني خسارة كبيرة انه فعملت لها رعاية وعملت اذن لحسين رعاية والحمد لله بس احنا نتمنى من دولة رئيس الوزراء ينظر الشبابنا شباب العراق قطال العراق يعني والعراق يعني ولاد احنا تاريخنا ورثنا كبير بلعبتنا بناء اسام يعني احنا يعني من الدول اللي اللي بطولة العالم بطولة آسيا ما تطلع من ايدنا صحيح وان بصمتنا يعني احنا بطولة آسيا سنة المضت هذه السنة عفوا مشتركنا فاني والله بسبب انه اموال حقيقة يعني انا التذكرة وصلت عندي الفين وخمسمائة دولار وين كانت بياه من خولية صعب جدا صعب زين فما قدرنا نسافر حقيقة يعني كل الدول يعني من التقيت بهم قالوا الدول كلها منتظر العراق اذا يدخل العراق يعني تعرف يعني احنا ننفس على الأول يعني دكتور العفو رقم صعب جدا يعني الحمد لله بطولة ضمن اجندة الاتحاد على المستوى العالمي وعلى المستوى الاسيوي ماكو داعم من وزارة الشباب من اللجنة الولمبية لانه انت راحين يتمثلون العراق وهاي من ضمن اجندة عملكم والله دكتور محمد احنا حتشينا بالموضوع اتكلمنا بالموضوع انا دكتور عقيل الرجل اتكلمت بالموضوع فانطرح بمحظر اجتماع ولكن بعض الاخوان مكتب تنفيذي ما تعرف الموضوع تعدات نرجع للأولمبية وغير الأولمبية وهذا القضية تعرف انت الموضوع وايضا كتبنا لوزارة الشباب ورياضة ايضا ماكو شو سوى يعني شو يعني نبيدك سوى نحتمد على التمويل الذاتي نحتمد على التمويل الذاتي ونحتمد على الناس الخير كثير من السفرات عدد من اللاعبين يتحملون ايضا يعني نفقات سفرهم حقيقة يعني يدفع من جيبة حتى يمثل العراق اي حقيقة موجودة موجود هذه معقولة اي معقولة معقولة يعني هذا كلام بغاية ما اقول خطورة بس هذا ألم ألم حقيقة يعني يعني اللاعب ولعبتنا مكلفة لا ويرفع العلم العراقي يعني على منصة ويعزف النشيد الوطني وبلدك ما يغطي لك استاذ محمد الفريق القطري سعودي اجي الفريق السعودي الاول ستة الاف دولار هديته هديته طيارة خاصة جابتهم طيارة خاصة رجعتهم الفريق السعودي واستضافوا بطوطة العالم القادمة يعني احنا مع الاسف يعني بعض او بعض المكتب التنفيذي الرجل دكتور عقيل يعني داعم انه بس بعض الاخوان بالمكتب التنفيذي او الوزارة الرياضة وشباب تنظر للعبات الغير اولمبية يعني ما عرف شين غير اولمبية الاتحاد العراق تأسس 1951 يعني تاريخ وارث كبير المفروض احنا نحافظ على هذا الارث ما نجي انه احنا شون نكسر مجادفة فهاي حقيقة يعني مشكلة كبيرة وبعدين هاي صارت مال اولمبية وغير اولمبية هذا كان بالنظام السابق المقبور ما كان هذا شي موجود هذا يعتبر من ظن الامور الانصرية انا اعتبره انه انت تصنف هذا اولمبي وهذا غير اولمبي حبيبي هذا يحقق للبلد وسام وينعزف للنشيد الوطني وهذا مفخرة للعراق كل الالعاب الغير اولمبية نحنا اليوم يعني انا اعتبر هذا اقصاء او ظلم يعني بحق الاتحادات الاخرى نعم